السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازايكم ما عاملين ايه? يا ربكم بخير. في الفيديو بتاع نهاردة بازن الله هنتعلم مع بعض. ليه بعض من الاجهزة? مش كل الاجهزة طبعا بتفشل في تسطيب نسخة اه ويندوز حداشر اربعة وعشرين اتش تو. بالرغم ان هو نفز التعليمات اللي احنا قلناها في الفيديو ان انت ازاي تتخطى شريحة او حساب ميكروسوفت ولكن للاسف بعد ما بيستطب او بينسخ الويندوز على فلاشة بالطريقة اللي احنا شرحناها في الفيديو اللي فات بيفشل في تسطيب نسخة ويندوز حداشر. لو حضرتك حبيب تعرف ليه? تابع معي الفيديو للنهاية. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض كنت انا منزل آآ من حوالي يوم واحد بس طريقة لتثبيت آآ نسخة آآ ويندوز حداشر اربعة وعشرين اتش تو. تمام? لكل انواع الاجهزة. لكن في بعض من الناس اتكلمت ان الطريقة دية آآ ممكن ما تكونش ابتدعم تثبيت البرامج او تثبيت التحديثات. فانا حابب ان انا ارد عليهم بالدليل. عدرتك آآ لما نيجي نقف على الاعدادات بتاع الويندوز. تمام كده? وننزل على اللي هو التحديثات. اروح على التحديث. زي ما حضراتك شايف كده هتلاقي النسخة بتنزل التحديثات عادي خالص. وبطلب مني كمان ان انا اعمل عادي التشغيل بعد انتهاء التحديث. دي اول نقطة. النقطة التانية اللي الناس اتكلمت فيها هل هذه النسخة ممكن تثبت عليها برامج? انا حضراتك بتثبت عليها برامج. والدليل على كده ان انا بصور لك الفيديو من هذه النسخة. زي مسلا برنامج الورد انا مثبته. تمام كده اوات. آآ وكمان النسخة سريعة جدا يعني في الاداء. وبرنامج كامتازية اللي انا بصور به مثبته على النسخة. فالنسخة بتدعم تثبيت البرامج بمنتهى البساطة. تمام? لو حبيت اوارل حضرتك آآ بالدليل ان دي النسخة اللي احنا كلمنا عليك. هفتح ليك اللي هو النزام. تمام? وانزل عند حول النسخة. تمام? هتلاقي حضرتك زي ما قلت لك اللي هي نسخة ويندوز حدواشر برو. اربعة وشرين اتش تو. طبعا دي النسخة المخففة اللي انا عملتها وثبتها على جهاز الكمبيوتر بتاعي. وعايز اقول لحضرتك ان هي نسخة سريعة جدا وامتازة. طيب. نرجع بقى لبعض مني الاجهزة. لما بتيجي تثبت النسخة بالرغم ان انت تخطيط المتطلبات اللي كانت وضعها شركة ميكروسوفت قبل كده. وهو شريحة والسيكي ربود. واللي هو حساب ميكروسوفت. ولتصل بالانترنت. طبعا كل الكلام ده احنا عالجناه في النسخة اللي احنا اتكلمنا عليها. يعني النسخة اللي انا عملتها دي. هتتخطى حساب ميكروسوفت. هتتخطى ستيكي ربود. هتتخطى التي بي ام. كل ده هتتخطى. المشكلة حضرتك ان في بعض من الاجهزة مش هتقبل النسخة دي. ده لو كان بتاعك اه ما فهوش النقطة اللي انا هنوه بيها دي. بس حضرتك. لما نيجي نختبر بتاعنا ونشوف اه نقطة معينة. لازم حضرتك عشان اه نسخة ويندوز حداشر اه اللي هو اربعة واشترين اتش تو تتسطب على جهاز الكمبيوتر بتاعك. لازم يكون بتاعك في الخيار ده. لو حضرتك بتاعك في هذا الخيار. فاعرف ان انت هتقدر تثبت اه نسخة ويندوز حداشر اللي انا شرحتها. او شرحت طريقة تثبيتها في الفيديو اللي فات. اما لو حضرتك مليتش اللي هو الكلام ده موجود عندك في بتاعك. فانصحك ان انت ما تتعبش نفسك في اه حر النسخة وتنزيل النسخة او عملها. لان كده الجهاز بتاعك او بتاعك اه بورسسور قديم. مش هيدعم اه نسخة اه ويندوز حداشر اربعة وعشرين اتش تو. ده اللي انا حبيت انوه ليه واقوله لحضراتك في الفيديو بتاع النهار ده. طيب حضرتك اه هتحمل البرنامج ده ازاي عشان تعرف ازا كان البرسسور بتاعك بيدعم الموضوع ده ولا ما بيدعموهش. ده اللي انت هتعرفه معايا تابع الفيديو. طيب هنعمل ده مع بعض ازاي كل انت هتعمل وتفتح صفحة المتصفح الخاص بك وتكتب سي بي يو بلك تضغط على اندر من لوحة المفاتيح وتنزل تحت تاخد اللي هو الموقع ده تضغط عليه وتنتظر لحديث ما الصفحة بتاع البرنامج تحمل معك بالصورة دية. هنبدأ ننزل تحت وناخد اللي هو او الخيار تضغط عليه وتنتظر لما الصفحة تفتح معك عشان نبدأ نحمل البرنامج وبعد كده تبدأ تاخد اللي هو خيار ده واللوت. هيبدأ البرنامج يتحمل معك بمنتهى البساطة. زي ما حضرتك شايف كده برنامج هيبدأ يزهر معي. هتبدأ حضرتك تعمل له عملية ده واللوت وبعد الده واللوت هتبدأ تستطبه التسطيب العادي خالص. هيفتح معك في الاخر البرنامج بالصورة اللي حضرتك شايفها معي على سطح المكتب. هتبدأ تشوف بقى ليه الحاجات اللي قلت لحضرتك عليها. هل البرسيس بتاعك بيدعم او لا يدعم. لو لقيت البرسيسر بتاعك اا اللي هي في اس اس اا اي فور تو. اعرف ان انت كده الجهاز بتاعك هيدعم تسطيب نسخة ويندوز حداشر. لو ما لاتش يابقى من الافضل حضرك ان انك ما تتعبش نفسك. لان الجهاز بتاعك مش هيقبل نسخة ويندوز حداشر اا اللي هي اربعة وعشرين اتش او. بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته